ناس تحتسي شاي القمر علشان يجهضون الأبناء الغير شريعيين ودايمون في حلقة اليوم يحلم إنه ديمون يا جماعة لازم يخرج من هارنهال اليوم قبل بكرة أنقذوا ديمون من الساحر هذي اللي بتطير له عقله الوضع صراحة صار مرة كريبي أوكي كنا ساكتين على البلاهات اللي بتصير زمان يحلم وندريش يشوفه بس هاي هاي ايش فيه ايش أم الحلام المريضة هذي بعدين ايمونت ايش الوقفة الغريبة هذي قدام سرير أخوك اقسم بلاي تحسوا كهرباي فاتح الكبوت حق السيارة وقاعد يبيعبي فريون تنين ديمون يا جماعة لو كان أنثى أتوقع بيكون شكله زي كذا اسمر له ما شاء الله طول الرقبة طيب يا جماعة قبل ما نبدأ في مراجعة ومناقشة الحلقة الخامسة من آلة تنين أحب أذكركم بقناة الوجيه توك قناتي الجديدة اللي فتحتها قبل فترة لي القصص كل أسبوع نزل فيها قصة راح تلاقوا رابطة موجودة في صندوق الاصف يشرفني ويسعدني إنكم تنوروني هناك طيب يا جماعة تبدأ الحلقة بمشهد من الدريفت مارك وكحزن قلعة الدريفت مارك كان الوضع مشابه جدا عند اللورد كورليس في النهاية يا جماعة اللي حصل للورد كورليس مش شوية بنته ماتت محروقة بنار تنينها فيغار وابن الثاني من وجهة نظره برضو ميت محروك ووريث الدريفت مارك وحفيده لوسيريس برضو مات على ظهر تنينه حتى أخوه برضو مات مقطوع نصف رأسه والآن زوجته وحب حياته كمان فرقته وماتت على ظهر تنينها برضو ومعظم الوفيات هذه كان سببها من فيغار الله أكبر عليك يا فيغار كينغز لاندينغ وعلى ضوء الحصار وقطع الامدادات اللي قاعدين يمرون فيه الأكل والغذاء صار شيء صعب جدا إنك توفروا للبشر اللي داخل هذه المدينة وشفنا فيه كم مشهد والناس وهي تشتري فواكه متعفنة من قوة الشح وبدأ الناس رسميا يفكرون في الهجرة والخروج من الحصار هذا ولأنه مملكة بدون شعب ماهي مملكة قرر الخضر إنهم يغلقون أبواب المدينة ويمنعون أي شخص من إنه يخرج وأي شخص من إنه يدخل جيعان موت جوع فروج من البلد ده ما فيش وبالرغم من إنه الكفة حاليا تعتبر عند الخضر بنسبة جيدة لأنهم برضو متورطين ورطة بيت ستة وستين ورطة يا بوي يا جوع الناس بتموت فموضوع قطع الامدادات والحصارة هذا للأمان السود تفوق فيه مش هتسحب رأس التنينة ميليس بقد ما كان متقن ومهيب إنتاجيا إلا إنه كان في نفس الوقت جدا مؤلم صراحة وعلى العكس المفروضة الناس تكون مبسوطة واو لقد هزمنا تنين وهذا رأسه لأنهم كانوا قمطين أم العافية بعض الناس قال لك إنه هذا النذير شؤم مين قال لك إنه أنا مفروض ننتصر مو التنين مش حاجة سهلة وهذا برضو أحد الأسباب اللي خلت الناس تهرب من المدينة اليوم رأس تنين من العدو انقطع بكرة يا عالم مش بيجينا هنا وسط المدينة يقطع روسة نحن يا جماعة يا جماعة كريستون هذا لا يطاق خلاص معاد أبغى أشوفه ما أبغى أشوفه لو في حلقة كذي قصقصون مشاهد يفكون منه معاد أبأ أشوفه لا يروح أمك مدركين إنك ليش باقي على قيد الحياة أصلا سوى دل هذا الوجه أي انتصار وملكك نص عايش وتنين ومات أما دري قاعد يحتضر بعدين معلش خلول نسولف شوية في موضوع ماذا يريد كريستون الآن يعني هو يعرف الحقيقة اللي حصلت للملك أيقون وكيف أصيب الإصابة هذه إذا في شي صح مفروض كريستون يعمل ومقابل كل الأشياء السيئة اللي عملها في الماضي هو أنه يحاول يبعد المريض هذا أيمد من العرش يبعده من أي منصب كبير فما بالك يخليه بديل للملك شخص خطير جدا وكان قادر أنه يضحب أخوه بكل سهولة تروح وتجلسوا على الكرسي ليش يعني كريستون فوق أنه معطوب زيادة قاعد يعطب يعني كريستون كل ما أقول خلاص في أمل يتحسن معاد فيه الظاهر أنه هو فهم ذا الشيء أنه معاد فيه أمل للصلاح هي خاربة خاربة وبالمناسبة أخو أليسن طلع عايش ما أدري ليش كنت أتوقع أنه هو اللي مات في ذيك في الحلقة الماضية أو هو اللي كانت جثته عبارة عن نظام طيب يا جماعة الحداد هذا تم تسليط الضوء عليها أكثر من مرة في البداية لما دخل عند الملك أيقون وبعدها جابوه مع بنته المريضة والآن في حلقة اليوم جابوه أكثر من مرة وكان من ضمن الناس برضو اللي حاول يخرجه من المدينة وتسليط الضوء عليه أكثر من مرة كذا مستحيل يكون عبث الأكيد والمتوقع أنه راح يكون له دور في المستقبل مش بالضرورة يكون دور جوهري ومرة مهم بس راح يكون له دور مستقبلا الشخصية دي جالسة تظهر أكثر من مرة مش مرة ولا مرتين يمكن ظهر حوالي خمسة وست مرات إلى الآن ما عرفش ممكن يكون دور مستقبلا لكن أصحاب الرواية ممكن يفيدون لا لا تفيدون أمزح معكم نظرة أليسنت لولدها أيمند يا جماعة هنا تشرح الكثير والكثير وكانها تقول أنا وش خلفت من مهابيل يا ربي واحد عينته ملك بسبب سوء فهم لموضوع حلم أيقون الغازي والآن عندي المجنون دال اللي اسمه أيمند يا عالم وش وراه من مصيبة واللي زاد شكوكها أكثر إيش لما شافت الخنجر تبع أيقون اللي المفروض يكون عند كل ملك تقريبا يتوارثه الملوك شافته في حزام ولدها أيمند أعتقد الآن صار واضح جدا جدا لك يا أليسنت أنه لا أيقون ولا أيمند ولا أي بطيخ قادر أنه يكون أو مفروض يكون يجلس على العرش واحد بكل بلاها راح وطلع على ظهر تنين وعرض نفسه للخطر وقريب يموت يمكن يموت يمكن عيش عالم والثاني فرحان بسقوط أخوه وماخذ خنجر وكانه تروفي إذا هذه كلها مش مؤشرات لك يا أليسنت أنك جيبت العيد أنا ما عرف وش بتكون لا والمسكين أيقون يا جماعة مسكين ناقلينه في عربة شحن ناقلينه في عربة شحن كأنه بطاطس لأنه الشعب لو شافوه إيش بتصير عليهم من مصيبة ويا عالم وش ممكن يصير جوة المدينة غير كذا أيمند حتى ما كلف نفسه عناء التمثيل أو عناء الإيش اللي أوه أنا حزين أخوي أمدري إيه ما هو لا قاعد يطالع بكل فخر كذا من فوق الأسوار وكأنه يا رجل وحد الممالك وقضى على تنين السود كلهم يا عمي جامل أكذب سوي نفسك حزين يا جماعة الخير أيمند هذا شخصية خطيرة والآن بالوضع اللي هو فيه صار أخطر مش هتفكيك الدرع من على جسم أيقون كان من أصعب المشاهد شخص محتلق بشكل شبه كامل وحالة وحالة يا عالم يموت يا عالم يعيش ويجيك بارد الوجه بكل وقاحة وكأنه جالس عند عدوه ومو عند أخوه بيقول أيه ألاس لازم نختار بديل للملك ما في وقت للحزن إتا كيف إتا إيش هذا رينيرا يا جماعة برضو ما زالت عالقة في كوكبها مع الرجال وحرفيا وصلت المرحلة معاد صار أحد يعبرها معاد في أحد يجاملها حتى رفاهية المجاملة صارت معاد هي قابلة للتنفيذ الكل يخطط يشير ويشاور ومطنشينها ولكأنها موجودة وحرفيا اللي كان خايف منه الملك جهيرس حصل مش بس جهيرس كل القدماء تقريبا كان عندهم نفس وجهة النظر المرأة في عالم جورج أر مارتن ما هي صالحة للحكم وهذا السبب اللي أبعد الأميرة رينيس في بادي الأمر من الكرسي واليوم بالرغم من جهود في سيرس ومخالفة لكل العادات والتقاليد ما زال مجلس رينيرا عندهم شكوك حول قدرتها على الحكم وللأمانة وللأسف كل خطوة تخطوها رينيرا الآن تثبت لهم إنه كلامهم صح لا هي قادرة تتحرك ولا هي قادرة تضبط الناس اللي حولينها ولا هي قادرة تتخذ قرار واضح بل إنها هي اعترفت أنا متورطة أنا متورطة ما نعارف أهو إيش أساوي أصلا إلى أن اقترحت عليها الدودة البيضاء أمر كان مثير للاهتمام ومتوقع صراحة من الدودة البيضاء وهي إنها تستغل خوف وجوع الناس في كينغز لاندينغ وتوظفوا الصالحة لأن الحرب يا رينيرا مش بالضرورة تكون بالخيول والفرسان والتنانين في طرق ثانية تقدر تحارب فيها وشفنا رينيرا بالفعل أعجبت بادي الفكرة ولاحقا أرسلت أحد الخادمات إلى كينغز لاندي أنا ما عرفوش ناويين عليه ولكن للأمانة الدودة البيضاء مرة داهية فخلونا واثقين فيها ونشوفوش مخبيت لهم في الحلقات القادمة أنا باكت تخيل لك واحد من اللي قدامت النين دايمون وش اللي راح يمنعك إنك تقول سمعا وطاعة وعلشان تعرف قد إيش البراكين ذولي مهابيل كانوا مستعدين يموتون على إنهم ينصعون لكلام دايمون مش لأنه دايمون بس لا برضو لأن البلاك وود عدوهم اللدود منذ مدري كم سنة هم حلفاء لرينيرا عن أي جنون عن أي عباطة إيش عدونا عدونا في حلفكم لا طز اقتلنا سر إحريقنا الآن عن أي جنون عن أي عباطة وعن أي صملة ولعل هذا الشي خلى دايمون يعجب فيهم ناس مجانين ما يهبون الموت لو قدر دايمون إنه يضموا لصفهم بيكونوا انتصار وإضافة جدا قوية له ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ويمين بالله دايمون معاده داري من وين يلاقيها سمعت دايمون بريال وبدأت تنتشر عنه قصص إنه قاتل أطفاله مان يعرف دايمون إلى وين رايح صراحة شوف يا جماعة أنا ما عرفوش بيكون حكمكم على الليدي هذه بس لو أنا مكانها بقول نفس الكلام صراحة أخيل أنك تطلب حماية من تنانين يعني أنت تقول لها أنا بتحالف معاك يا رينيرا بس جيبي لي حماية حماية أبغى تنين يكون يحميني هنا تقوم رينيرا ترسل لك تنانين صغيرة وأطفال ومربية أطفال بالله إيش ردت فعلك بتكم أنا شوفت الناس مرزع لني من البنت هذه ليه مو من حقها تزعل يقل عم القاهر أبغى حماية من تنانين تقوم ترسليلي تنانين صغيرة إيش أسوي فيهم أربيهم حتى قالت قالت الكلاب اللي عندي يمكن يكون ذو فائد أكثر منهم بطل حلقة اليوم للأمانة كان الأمير جيزيرس شوفوا يا جماعة أنا مش محنك ولا خبير سياسي بس الولد جالس يحاول بكل ما أوتيه من قوة أنه يكون مفيد أمه مبلكته ومانعته من أنه يتخذ أي قرار أو يخطو أي خطوة حابسته في البيت كأنه بايبي الولد عنده قدرات وفاهم وعاقل وفعلا قادر أنه يتخذ قرارات ويكون شخص مفيد طناشه وراح واتخذ كم قرار زي كده من راسه ولعلها هيش كانت قرارات كويسة إن شاء الله أنها بتكون كويس جيزيرس من الشخصيات الرهيبة في المسلسل صراحة وأتمنى فعلا أنه يوصل لمكانه يستحق أو يحقق إنجازات تليق فيه واضح أنه ديمون وضعه جدا جدا في الحضيظ ومن جرف الدحدير هو يلاقيه من الهلاوس والكوابيس ولا من غريبة الأطوار هذه اللي طيرت عقله ولا من الدبب الصامتة اللي جالسين يا كلون حوله ولا من السمعة السيئة اللي بدت تنتشر عنه والله العظيم وضع ديمون أنا معاد أدري إيش قاعد يصير له حتى ديمون بدأ يصير كذا شخصية معاد تدري إيش يبغى هو هاي بصير ملك لا إنتم بتصير ملكة أوكي أنا معاكم لا أنا ماني معاكم أنا بروح أجيبها هيرنهال لا بابا أبا فقع وأحلام غريب إيش قاعد يصير في ديمون أنا مش عالف أفضل حل لديمون حاليا إنه يرجع يرجع لرنير ويفك أمنا شر المشاكل لأنه على الوضع هذا في هيرنهال يمكن ينهبل يصير مجنون لقوا بكرة يتمشي عريان في القلعة يقون في هذا المشهد ذكرني بآخر أيام الملك في سيرس وكأن ألسنت جالسة تعاقب على كل خطيئة ارتكبتها من خلال مين؟ من خلال ولد هالمسكين اللي حطته في مكان غير مكانه وما كسر خاطري على أيقون فوق ماهو مكسور أصلا من الحلقة الماضية لما أمه راحت وقلها مامي آه طفل طفل عادو هلا صغير مسكين محتاج حنان أم بس عن أي أم نتكلم عن أي أم ولكن خلونا نفكر بالموضوع يعني بشوية تفاؤل خلينا نقول إنه إيش أيقون صحي من النوم بطريقة ما قام بالسلام هل بيرجع أيقون زي ما هو؟ بيرجع أوكي الملك الخبلة ذاك اللي الناس تحركوا يمين يسار ويخطوا خطوات مريضة وإلا بيرجع أيقون مجنون ومريض ويجيب أم العيد زيادة فوق ماهو جايبه ما أدري بس صراحة موضوع أيقون يجيب القلك لأنه لو كانوا بيموتوا كان موتوا فكونا شره فهو عايش إلى الآن لماذا؟ علشان يرجع يشغلنا زيادة؟ أولا علشان يظل كذا بس ملك منسدح على فراش ولين يموت آخر حوار في الحلقة بين جي سيرس ورينيرا للأمانة كان من أروع لشياء اللي حصلت في حلقة اليوم وإذا كنت فاهم بشكل كويس فالحزب الأسود عندهم نقص في التنانين واللي كمان مسبب لهم مشكلة أكبر إنه ما عندهم مضاد لفيقار ما عندهم تنين قادر إنه يقارع فيقار ولكن اللي كنا نعرف وممكن نسيناه هو إنه السود ترى عندهم تنانين عندهم تنينين مجنونة تحت الأرض عندهم تنين اسمه فيرمثور وتنين ثاني اسمه سيلفر وينغ ولكن المشكلة إنه التنانين هذه ما لها فرسان ما لها راكبين فيرمثور يا جماعة يفترض إنه واحد من أقوى التنانين ويفترض إنه كان تبع الملك جيهيرس وكان يلقب بالغضب البرونزي لما خاب ظني ويفترض إنه التنين هذا قادر إنه يقارع فيقار وياكل عيش معاه وسبق ترى وظهر مع ديمون في الموسم الأول ديمون كان يغنيله زي كذا وأطلق نار وما عاد شفناه بعده وكمان يفترض إنه عندنا سيلفر وينغ اللي يفترض إنه برضو تنين كبير وقادر على مقارعة فيقار ولكن اللي عارفينه وإحنا إنه التنانين هذه موجودة ولكن ما لها فرسان وتنانين بدون فرسان ما لها أي فايد وإذا نفاهم كويس يفترض إنه رينيرا قررت إنها توفر يعني بالاستعانة أو بالاستشارة بجيهيرس إنها راح توفر لهم راكبين مش بالضرورة يكونوا أشخاص نعرفهم أو أشخاص سبقوا شفناهم أو يكونوا تارغيرين مئة بالمئة ربما يكونوا أشخاص يحملون نأدماء تارغيرين وتزوجوا من عوائل نبيلة واختفوا أو صاروا بعيدين كل البعد عن الحكم فجيهيرس قالها بس يا مام الحل أمامك أهو نجيب الناس هذه بطريقة ما ونحاول ندربهم إنهم إيش يروضون هذه التنانين يفترض إنه الخطوة ذي مرة خطيرة وصعبة وما هي واردة في التاريخ إنها قابلة للتنفيذ ولكن مثل ما قال جيهيرس إماما خلينا نجرب إحنا إيش خسرانين إن ضبطت ضبطت أفضل من إننا إيش نكون ما جربنا وبعدين نقول إليه تنا جربنا وننهزم ونموت كلام جميل كلام جميل من الولد جيهيرس بشكل عامي جماعة إذا ما أنا حلقة اليوم كانت طيبة رتبت بعض الجمل وسطرت بعض الحروف ورتبت بعض الأفكار وخلتنا إيش نستعد لما هو قادم والله يجيب العواقب سليمة بس ولا أعطيكم العواقب يا جماعة كان معاكم الوجيه أشوفكم في الأسبوع والفيديو القادم